العبد الذي سطرات عليه صحاء فلام يخاف فيها الرقيفة أنا العبد المسيء عصيت سرا فما للآن لا أبد النحيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائم على كل نفس بما كسبت المطلع على ضمائر القلوب ذا هجست المحاسب على القليل والكثير من الأعمال وإن خفيت المتفضل بقبول طاعات العباد وإن شغرت المتجاوز بالعفو عن معاصيهم وإن كسرت الذي لا يقيب عن علمه مثقال زرة في السماوات والأرض تحركت أو سكنت والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحاب أجمعين الإخوة والأخوات المشاهدون لقنا الطيب الفضائية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في برنامج كيف تنتصر على الشيطان إذا طهرت قلبك من الرياء ومن الكبر ومن الإعجاب بالنفس وشحنت قلبك بالإخلاص وإتقان العمل والتوكل على الله نصرت على الشيطان قال تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوة إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير الشيطان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد أيسى الشيطان أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم رواه مسلم قد أيسى الشيطان أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم رواه مسلم معنى الحديث أن الشيطان أيس فقد العشم أنه ما في زول من المسلمين في جزيرة العرب أنه يرجع يعبد الحجارة يعبد الأصنام زي زمان يعني زمان إبليس غشاهن وخلهم بعد بدل ما يعبدوا الله الواحد القهارب يعبدوا الحجارة التماسي اللي هي الأصنام ندخل في دين الله أفوايا إبليس دار يحاول يرجع الناس تاني لعبادة الأصنام لكن فقد العشم فقد العشم فين يرجع المسلمين لعبادة الحجارة آها يكتف يدين يقعد خالي شغول لا قام ابتكر شنو حاجة ترجع المسلمين علي حاجة خطرة اللي يتحريش بيناتهم يحرش المسلمين لبعض يحربوا بعض يحربوا بعض يقاتلوا بعض يأكلوا أموال بعض يعتدوا على عرض بعض في حالي دماء بعض وهكذا وسع الشيطان نجح في الموضوع ده بقي يحرش المسلمين مع بعض الدول مع بعض والأفراد والقبائل مع بعض أسه شوف حكمة ربنا عدسه كان العالم ست تمانية مليار تمانية مليار فيهم اتنين مليار مسلمين وستة مليار غير مسلمين شبه ستة مليار ديل ما بنسمع يتقاتلوا مع بعض ما بيحربوا بعض لأنه ما مسلمين لكن المسلمين للاثنين مليار ديل بيحربوا في بعض زي من شبه الحرب في العراق في سوريا في أفغانستان في الصومات ناس مسلمين يحربوا بعض يقاتلوا بعض يسفقوا مع بعض ده كل مشغل الشيطان إن الشيطان قد أيسى أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم نجح إن يحريش المسلمين مع بعض يقاتلوا بعض يحربوا بعض غسفوا دماء بعض هذه من أكبر الكبائر والرسول على الصلاة والسلام في جزء من الحديث قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضاكم رقابة بعض ما ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضاكم رقابة بعض والكفر هنا ما كفر بالله لا كفر العشرة المسلمين أخوة الدين أخوة الإسلام كفروا بها يقاتلوا بعضهم بعضا ما كفر بالله كفروا بها أخوة الإسلام يحربوا بعضا بعض يبقى ده برضو نحن نتنبه للحديث ده إن الشيطان ما بيدعوك لترجع تعبد الأصنام زي زمان لكن يضحل عليك من باب التحريش يخليك تخاصم أخوانك المسلمين تقاطعون بسا نجح كتير الساعة أخوان الشيطان تلقون متخاصمين مع بعض أخوات شقيقات متحاربات مع بعض مقاطعين الأرحام يشاكل مع بعض يتخاصم يتقاطعون بس بسبب بسيط خالص تلقاه قطيعة الرحم ده منتشر انتشار كبير خاصة بين النساء وبين الرجال فيه لكن ده أوساط النساء كثيرة جدا وده كل من تحريشات الشيطان يحرش الأخوة تخاصم أخوة المسلمة ينشر الحسد بيناته حسادة بينات الأخوات العشريقات يحسدين بعضهم بعض يتقاطعون يتخاصمون والرسول نبهنا على عليه الصلاة والسلام ياكم الحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أو العشب والحسد أهم من وساويس الشيطان وسوس لذول الشيطان والجري أول جريمة وقعت في القتل بسبب الحسد ولا دبون آدم الاثنين يتقاطعون على أخوته بسبب أخوته ده دار الزوج ده أخته دار الزوج أخته يتقاطل وكتل بعض سفك دماء بعض أي والرسول عليه الصلاة والسلام برضو حذرنا جعان جابر بن عبد الله رضي الله عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الظلمة فإن الظلمة ظلمات يوم القيامة واتقوا الشحة فإن الشحة أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم رواه البخاري ومسلم اتقوا الظلمة فإن الظلمة ظلمات يوم القيامة معنات يا مسلمين اتقوا عملي وقايا بينكم بين الوقوع في الظلم لأن الظلم ظلمات يوم القيامة والظلم يونعين الظلم أكبر الكبائر وهو الشرك بالله قال تعالى حاكيا عن لغمان الحكيم يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ظلم ما بعض الظلم الظلم يشرك بالله يجعل لله ند يعتقد أن هناك مخلوق يتصرف في شون العباد ويتبر شون العباد مع الله جل جلاله ربنا ما عند شريك لا في ذاته ولا في صفاته ولا في عباده جل جلاله هو القائم على كل نفس بما كسبت اتقوا الظلمة فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشحة فإن الشحة أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفقوا دماءهم الشحة معناته البخل الشديد جدا والشحة قالوا معناته إن الزول يمنع حقه ولو لقى فرصة في حق المساكين يشيله حقه ما عندك فيه لكن الطمع والجشع والحب الشديد للمال لو لقى حق المسكين حق اليتيب يشيله يضيفه عليه ماله ومن شدة حرصهم على المال سفقوا دماءهم كتلوا بعضهم بعضا مقابل المال وحللوا الحرام بما مقابل المال اتقوا الشحة فإن الشحة أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفقوا دماءهم واستحلوا محارمهم حب الشديد للمال خلى الزول يقتل أخوه المسلم حب الشديد للمال خليه يحلل الحرام ويحرم الحلال هذا كل من خداعات الشيطان ويقوى الشيطان حلف إنه يضلنا ونفس حليفته فينا ويقع يتمكن من ضلال الناس كما قال تعالى وعزتك لو أغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين الشيطان يتربص بالإنسان يبقى أنه يتعد من اللي هي التحريش أي تحريش بين الناس ذول ما يخاصم أرحمه ما يخاصم جيرانه الشيطان مرة تدخل بين الجيران يشين عسل ولبم مع بعض يحرشهم مع بعض بسبب أطفال بسبب أي شيء يتخاصم يتقاطم الشيطان يتحرس مع الأصحاب برضو يحسد بعد يدخل بناتنا الحسد بين الشاك والإضغاط الأرحم مع بعض القبائل مع بعض الجيران مع بعض الشيطان شغال شغل شديد في الإفساد بين الناس وكمان يتروج على ساعد الشيطان على نشر الفساد بين الناس والمغاطعة والمحاربة واللي هي الوسائل لاتصال الحديثة الموبايلات الحديثة اللي بشقيتوها دي كمان ساعدت على نشر الفساد بين الناس بنشر الفساد بين الناس لأن الوسائل الاتصالات الموبايل ده يجيب الصور الخليعة يصيب جيب القنوات الفضائية الناس بنشر ساعد الشيطان في نشر الصور الخليعة الشزود الجنسي مباشرة مباشرة استعمال الفواحش مع النساء مباشرة يجيبها على كده نسوان عريانين يعمل في الوحشة بيان بالموبايلات دي هذا كل من شغل الشيطان وكل هذه تساعد على الفساد والذول اللي بتفرج فيها كما قالوا العلماء الراضي بالمعصية كالفاعل لها اللي بيفتح الغنمات الفضائية الفاضحة دي أو بشاشة بتاعة موبايل ويجيب شزود الجنس مباشرة واستعمال الفاحشة مباشرة أهد معناته راض مبسوط يتفرج أهد يوم الغيام يحشر معاهم لأن الراضي بالمعصية كالفاعل لها دين معصية مخالفة للشرع يبغضها الله تنافي الأخلاق السليمة الشزود الجنسي الحوانات يعني تخيل من الفعل ده يبقى الإنسان ما بيخيل ويقمان يتفرج فيها المسلم يبقى يوم الغيام يحشر معاه والصورة الخليعة دي تعتبر من المعجزات لحديث النبي عليه الصلاة والسلام كيف؟ في قصة الإسراء والمعراج الرسول عليه الصلاة والسلام لما راكب البراق من المسجد الحرام للمسجد الأقصى شاف له رجال ونسوان عريانين ملط ومسلطين عليهم لهب النار يشوهم بالنار ومسلطون زي الزول بالحم الحديد بالأكسوجين أي مسلطين عليهم لهب النار ويسرق ويقورق ويقوهم بالنار سأل جبريل دي المونو قال له هؤلاء الزنات اجتمعوا في الدنيا على الحرام والجذاء من جنس العمل أسه الناس دي الميتين أشهدهم مدفونة في التراب وأرواحهم تركبت في شكل بناء آدمين يتعذبوا في حياة البرزح وفيه شفاء الصهورة الخليعة دي أسه الناس اللي بيستعملوا شذوذ الجنس دا عرائه هنا في الدنيا في حياة البرزح أرواحهم تتركب في شكل ناس وتتعذب زي ما الناس بيتعذبوا دي يبقى دا اللي هو الفساد وده كل من شغل الشيطان الله يلعنه يحرش الناس بعضهم علي بعض ويحرشهم علي بعضهم بعض يتخاصم ويتغاطعوا ويتكاتل ويغاطعوا الأرحام يعقوا الوالدين ويقتلوا الناس ينهبوا أموال الناس يسرقوا ويقتلوا وده كله عشان يكتلوا والناس اللي يكونوا معاوه في نار يهنب غرضوا وهموا وشغلوا الشاغل ذلك كتل أدباعوا بيكونوا معاوه في النار قال تعالى يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير يا أيها الناس الخطاب لكل الناس إن وعد الله حق وعد الله بالبحث والنشور والحساب والجذاب والجنة والنار والصراط حق ما فيه أدنى شك فلا تغرنكم الحياة الدنيا ما تغشكن الحياة الدنيا دي بزخرفة وزينة وجمالة تغشكن تنشغلوا بها وتنهمكوا فيها وتنسوا دار الآخر الباغية ولا يغرنكم بالله الغرور الغرور لهو الشيطان ما يغركن يخدحكن يغشكن يقول لكم رحمة الله واسعة أعمل سوي سوي ربنا غفور الرحيم وينسيكنا الآية قال تعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ينسيك الجانب التاني يذكرك بالجانب ده لغاية ما تغرق في المعاصي بعد ذاك يتبرأ منك يوم الغيامة ويشرد منك يبقى الشيطان عدل دود لنا نحرص نعاديه زي ما عادينا ونخالفه ونطيع أمر الله البطيع الشيطان يوم الغيامة كن معاه في نار جهنب البطيع الرحمن ينجى من النار يطفل الجنة يبقى فنطيع الله ونتق الله ونأدي أمر الله ونخالف الشيطان ونحالف الشيطان لأنه عدل دود لنا ربا ينصرنا عليه في الدنيا وننجى من الوعيد المترتب على طاعة الشيطان في الدارة الآخرى نقفيني نواصل في الحلقات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا العبد الذي سطرات عليه صحاء فلام يخاف فيها الرقيفة ترجمة نانسي قنقر